كيف تغير الموقف الكردي بعد أحداث الموصل الأخيرة؟ في هذا العرض نبين كيف تغير المزاج الكردي منذ العاشر من حزيران حتى الآن ففي الثاني عشر من شهر نفسه وبعد أن كان مئات المتمردين المسلحين قد استولوا على الموصل ثم توسعوا باتجاه كاركوك وصلاح الدين دخلت قوات البشمرقة من الباب العريض إلى مدينة كاركوك المتنازع عليها بما زعم حمايتها وحماية نفطها في هجوم التنظيم المتطرف تنظيم داعش في غضون عشرين يوما تغيرت موازين القوى على أرض العراق فالدولة الإسلامية في العراق والشام أعلنت الخلافة على أراضي واسعة الحكومة المركزية بدت عاجزة عسكريا فاستفاد الكرد وطلب زعيمه مسعود برزاني في الثالث من تموز من برلمان الأقليم تنظيم استفتاء بشأن الاستقلال استمر الترويج لحلم الاستقلال شهرا كاملا وفيما كان يفر المسيحيون إلى المحافظات الكردية والحكومة المركزية تحاول رفع التهم عنها التمييز الديني والعرقي كان برزاني يشدد على أحقية الانفصال عن العراق حتى تلقى في الثاني والثالث من آب الضربة الموجعة فقدرات الدولة الإسلامية وصلت إلى مدن يسيطر عليها الكرد منها سنجار وزمار ملحقة هزيمة قاسية بالبيشماركة هنا أعاد الكرد حساباتهم فهم لم يدعوا أنفسهم بداية إلى المقاومة حتى وجدوا أنفسهم في صلبها يطلبون السلاح من الغرب والدعم الأوروبي والمشهورة من كل حدب وصوب وفي الثامن من آب انطلقت الغارات الأمريكية من الأراضي الكردية واندفعت البشماركة باتجاه تحرير الأراضي المتاخمة لحدود الإقليم في هذه الأثناء حصل التغييرات في بغداد وكلف حيدر العبيدي بتشكيل الحكومة فتغير التعامل الغربي مع العراق بشكل عام ووصل 130 مستشاراً عسكرياً أمريكياً لمساعدة الأقليم أما التطور السياسي الهام فسجل أخيراً بعودة الوزراء الكرد وهم المنتهي ولايتهم إلى الحكومة العراقية بعدما علقوا مشاركتهم نتيجة الخلافات مع رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي فبعد نوايا الانفصال وجد أقليم كردستان نفسه في صلب المواجهة مع الإرهاب يدافع عند العراق يستعيد سد الموصل في السابع عشر من آب ويواصل المقاومة فيطرح التساؤل نفسه هل وضع حلم الاستقلال جانباً؟ أم أن هناك صفقة تحضر؟ ترجمة نانسي قنقر